السلام عليكم هذا واحد من الفيديوهات اللي كنت طلب منك انك تبارتاجيه وتبقى حسن الاخر باش تستفد الله يعطيك الخير ما تنساش اللايك باش يطلع ويشوفوه بزاف ديال الناس واحد الوثيقة مهم مهم بزاف تكون عندك بلا بها ما تسافرش في المطارات كاملين ديال العالم الى جينا نقوله ولكن انا اوجه كلامي بالخصوص للناس اللي كينين في اوروبا ومشي المغرب واللي راجعين من المغرب هاد الوثيقة هدي غير موجودة في اي موقع من مواقع شركات الطيران في اي موقع من مواقع السلطات الحدود ولا مراكز الحدود ولا من السلطات الحدود الاسبانية الفرنسية الايطالية او المغربية لا في المشي ولا في الرجوع ولكن منهار اللي يطلبوها لك وما تكون شي عندك والله ما تسافر الى محل تشي هاد الاشكال هاد بعدها قبل ما ندوزول هاد الوثيقة والتفاصيل ديال هاد الفيديو اللي كتشوفوهن هايا هاد ديال واحد مسافرة اه من الجامل المغري من رباط المرادة اه تسببت في حالة طوارئ للشركة ديال الريانين وطبيعة الحال تعرضوا لورد يا سيبيل وعملوا معها محضر لماذا؟ لانه في الساعة ديال الهبوط ديال الطائرة نادته بغت تدخل الحمام وابتالي الموضيفين والموضيفات حاولوا يمنعوها ولكن على حسب ما كيقولوه فهي تعسفت على احدى احدى الموضيفات ديال الريانين وهاد الموضيفة ابلغت القبطان وبالتالي القبطان يعني الغى عملية الهبوط ولا طلع مرة اخرى وحين يتم الغى عملية الهبوط فالبرج المراقبة يطلب تفسير او الرابور يعني يطلب تقرير من الكابتن او الطيار فبالطيار اعطى التقرير بانه هناك مسافرة لا تلتزم بشروط السلامة او لا تلتزم بالحدود يعني ديال اللي كيطلبوا منها الموضيفين في منها كانت مرة اخرى ريانين جبرت او عبر ياسيبير كي تسنب هذه المسافرة بطبيعة الحال فانا ما اتعلمش الانسان انه مريض واش عنده شي حاجه يعني من اللي كنت جاه حشاكم يعني انه يدخل لحمام لابد ما يدخل في تاقي الدقيقة ولكن اللي اكون في الميك رح ملك يقول لك يعني غادي نزلوه فصافر رحماك يبقاش يدخل لحمام وملك يقول لك غادي نقلعو رحما يمكنك ما يمكنكش دخل للحمام هذا الجزء الثاني كتشوفوا معي أنا يا هاد المصار ديال هاد الرحلة هادي فيبدو غريب علاش لانه ريانير جسم لندن دار البيضاء هاد هاد رحلة غير عادية بل انها رحلة ديال حالة طوارئ قد اعلنت عنها ريانير كذلك اللي حولت المصار ديالها من لندن الى اقادير بفي اتجاه الدار البيضاء طبعا للحال هادي شركة ديال ريانير البوينج اه ماكس اللي كانت مجهة بالمسافرين الى اقادير كما قلنا ولكنها حولت المصار ديالها الى اه مطار دار بايداء هاد الرحلة هادي كانوا كيتبعوها اه واحد العدد الكبير من المتابعين على فلايت رادار على الموقع ديال تتبع الرحلات الجوية لانه كان عندها حالة طوارئ فاليوم سعود وعشرين تعتبر هاد الرحلة الرحلة اكتر تتبعا على تطبيق فلايت رادار فلايت رادار وذلك بسبب اعلانها عن حالة الطوارئ صراحة في المطار ما كينش اه شي اعلان ما كينش شي معلومات كتار اللي عارفين كما كنتشوفوا هي انها رحلة ريانير رقم الرحلة اير كا تلاتين تلاتة وثلاتين ولكن بدون معرفة السبب ديال اه طلب الطوارئ الرحلة رجعت بحالة لندن لحد الساعة اللي كان من فيه الفيديو كما كنتشوفوا ها هي الرحلة راجعة لندن يعني بالمباشر بقى ما رجعتش بقى ما وصلتش لندن ولكن ما عندناش معلومات اكتر فقط يعني انه تحول المصابية لهذا فيما يخص هاد الجزئية من الفيديو لهاد الموضوع من الفيديو فالموضوع اللي موهم اللي بغيتنا نرى لكم عليه هو وقعنا شخصيا انا بتزادي الناس موهم الناس اللي كتتبعني في القناة عارفة بيانا انا الخمسة وعشرين هاوتة للمغرب اه نشوف الواليدة مباعت تبعتني المرأة والعيال فمن اللي كانت المادام غادي تقطع الحدود ديال مع البوليس فاتما فين اه وقفوها وعايتت لي في التليفون وقالت لي اه نقدلكين مادن قدرها هما كيتلبوا لي الحالة المدانية اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قتلي شوف وهي واقفة قدام بولشة قتلي شوف قتلي دابل بولشة قدامي كيقول لجمعات شي دا في الصالح دي النو هدا وإلا كانت عندك شي صورة دي الحالة مدنية صار دالي براح بيها غادي نقدار ندوز راح ما عندي شي شينو راح ما عرفش شينو غادي يعمل معي ولكن راح ما غاديش نقدار ندوز بلا صورة دي الحالة المدنية الغريب في الأمر هو معلين المهم ما ندخلش في التفاصيل فرجال الشرطة كي بقى من حقهم أنهم يسق سواك يعني لأي حاجة بغا حتى إلا شافك في المطر وقال لقوق وقافا فتشك فما قد عارش يشكون هو لربما يكون يعني بوليس سري ولا هدا على العموم رجال الشرطة من حقهم يسولوك أي سؤال إذا بغاو إذا شكوا فيك طاعة الحال انت يمكن ما كترداشي يمكن ما يعجبكش الحال قول علاش هدو مولا دي ولا هلاش هدو موقفني ولكن هذه الخدماء ديالهم بعد الحمد لله كان عندي بطبيعة الحال تصور في الهاتف لأنه مؤخرا بدت الخدمة وقيت لبولك الوريقات ديال العيال وهدا فكان بقى ذلك الشيء عندي الحمد لله صارت سو دازد من بعد ملي دازد هدرنا نويا فقط لما عمره ما يعني قيت لبولك حتى نهر ليت لبولك خصي يكون عندك قلت له يعني ما قلت له مش يشوف الاسم العائلي شوف بززاف ديال الأمور فقط لله لأنه هنا في اسبانيا معروف الناس اللي عندهم الجنس يرا كي كل اسم العائلي التاني ديال الأم فقال للا يمكن تكون اختاك ولا هادي وهذا مهم في الأخر ملي شوف بحالية عصبت قال له هاد الشيء هذا راك نعملوه الصالح ديالكم يعني باش يعني الصالح ديالك باش لولاد ما عرف تيوش مش شبههم اختاك ولا خالتهم ولا هدا والعائل الولدي يعني كبير صراحة الله غير العائل عنده 11 عام راك يعرف كل شيء ولكن كما قلت احنا ما عنا نجح ندخلوا في هذه الحياتية انا اللي مريد نقول لكم والسؤال هذا كانوا يترحوا علي بزاف ديال الناس بزاف ديال الناس بزاف ديال الناس ودائما انا كان كيدخلني العجب وكان قول لهم كيفاش تسولوك معي الحالة مدنية واخص حتى يكون له واحد مطلق ولا هدا فكي يقول لك الناس مرات كي يسولوني الحالة مدنية فعلا لأنه ملي جيت سولت واحد صادق ديالي طيب الحال مش يسول الشرطة نيشان ولكن واحد السيد عنده وزن دياله في المطار فهو اللي يسول وقال له يا راه عملي كان شكو في العيال المشي ديال هاديك الام فطيب الحال كان طلبوا لهم الحالة المدنية باش اكدوا بأنه راه هم اولاد هاديك السيدة هاديك ولا اولاد ديك السيدة هاديك يعني راه من حقهم انهم يطلبوها هاد الوثيقة هادي وكما قلت لكم في المباشرات اللي قلت كان عمليش حال هادي ففي العديد من المرات كانوا الناس كي يسولوني وانا شخصيا وكان اعتادر مدنية هادهم انا شخصيا كنت كان نتعجب وكان قول كيف ذلك يعني انت هنا اولادك هادا قلت كان اعطي مثال براسي لان انا عمري ما وقع ليدك السيدة هادا فقلت كان اعطي مثال براسي وكان قول لهم لا لا شي هذا ما عرفت شي عشكي يوقع لكم هكذا ما عرفت شي لاش هادا انا معمري وقع لي ولكن اه طبيعة الحال لان انا كنت في جهة ديال يعني واحد في المطار ماشي مسافر لا بوقعت لي بغيت نتشاركة معكم باش تردو البال وعلى الاقل يكون عندك تصاور حتى لا ما قدرش يسكون عندك الحالة مدنية هلو يمشو العيال مع الابديال وملمعة شي واحد فا اه اللي ما عندوش الاوريجينال على الاقل يكون عندو عندو تصاور كيدوزو ذلك شي وخارب التصاور كيتأكدو من الاسماء وكيدوزو العيال طبيعة الحال فا حسنا هنا نكون وصلت لها خطية الفيديو ديالي شكرا بزا 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 بل حسنا المتابعة كما دائما والفيديو قادم شاء الله ورحمة الله ورحمة الله